الطريقة الجديدة والحصرية تماما لإضافة إيموجي بجانب اسمك على الفيسبوك وبأسهل طريقة تابع معي الشرح ويلا بينا طبعا حضراتكم أول حاجة هنستخدم فيسبوك العادي تمام هندغط عليه نفتحه بعد كده نضغط على الثلاث شرط اللي هنا دلوقتي حضراتكم هننزل تحت شوية تمام وندغط على الحاجة اسمها الإعدادات والخصوصية وبعدين على الإعدادات بعد كده حضراتكم هننزل تحت شوية وندور على الحاجة اسمها اللغة والمنطقة زي ما تتم شايفين هي دي نضغط عليها دلوقتي حضراتكم هنختار أول خيار واللي هو اسمه لغة الأزرار والعنوين والنصوص هندغط عليها تمام بعد كده حضراتكم ننزل تحت ونختارها لحاجة اسمها أندونوسيا تمام زي ما تتم شايفين حاجة اسمها أندونوسيا نضغط عليها دلوقتي حضراتكم الفيس هيبقى عندكم للغة الأندونوسية كويس تعالوا بقى نكمل الشرح عشان نبدأ نحن نعمل خطوة خطوة عشان نديف الإيموجي بجانب اسمك على الفيسبوك بعد كده حضراتكم البرنامج ده هسيبه لكم فيه اول كومنت كويس جدا هنيجي على الفيسبوك هنا ونضغط عليه او لو انت ما لقيتش عندك الفيسبوك هنا فانت هتضغط في البحث هنا وتكتب فيسبوك بعد كده تسجل عادي تمام هنضغط على الفيسبوك من هنا بعد كده حضراتكم هتطلب انكم تسجلوا الحساب بتاعكم بتاع الفيسبوك فانتوا طبعا هتسجلوا الحساب اللي انتوا عايزين تضيفوا فيه اموجي تمام يعني الحساب اللي انتوا عايزين تضيفوا فيه الاسم اللي هو بجنبه اموجي فانتوا هتضيفوا الحساب بتاعكم هنا تمام فانا هسجل وارجع لكم كمان مرة بعد ما تسجلوا بحسابكم بالفيسبوك هندغط على الملف الشخص اللي هنا بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين بقى كل حاجة بسيطة وممتازة جدا طيب بفكر حضرتك لو مشتركتش في القناة اشترك الان عشان يجيلك اشعارات بطرق جديدة وان شاء الله فيديوهات قادمة تمام تمام وفيه حاجة مهمة ان الطريقة دي بتنفع على بعض الحسابات عشان فيه ناس تقولي الطريقة مش شغالة فهي بتنفع على بعض الحسابات فقط دلوقتي بقى حضراتكم هنيجي على الثلاث شرط اللي هنا تمام بعد كده هنيجي على حاجة اسمها الملحقات هندغط عليها بعد ما تضغطوا على الملحقات هتضغطوا على حاجة اسمها فروم زد اي بي تمام طبعا حضراتكم بعد ما تضغطوا على فروم زد اي بي هسيبلكو الملف ده اسمه فيسبوك نيم اتشينجر تمام هسيبه لكو فيه اول كومنت هتضغطوا عليه بعد ما حضراتكم طبعا تختاروا الملف هيزر معاكو بالشكل ده كويس هنيجي دلوقتي للخطوة اللي بعدها هندغط اعتراض شرط اللي فوق بعد كده هنلاقي فيسبوك نيم اتشينجر اللي هو الملف بتاعنا هنلاقيه بالشكل ده هندغط عليه طبعا ناس كتير جدا جدا فيه تليجرام تواصلت معايا بسبب المشكلة دي فانا النهاردة ان شاء الله هنحل المشكلة دي مع بعض بأسهل طريقة طيب هنيجي نضغط هنا بعد كده حضراتكم هتلاقي عندكم الفيسبوك بتاعكم اللي انتوا سجلتوا بيه كويس هنا هندغط على اضافة حسابات بعد كده اضافة حساب انستجرام هندغط هنا هنا حضراتكم الخطوة المهمة جدا 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 طيب هتقول لي ايه ده يا بيسو هقولك حضرتك انت كده بتربط الانستجرام بيه الفيسبوك فانت طبعا لازم يكون معاك حساب انستجرام ما تربطش قبل كده بالفيسبوك تمامي يعني الافضل انك حضرتك تعمل حساب انستجرام جديد فانا طبعا هعمل حساب انستجرام جديد عشان الخطوة تنجح معايا هبدأ اسجل وارجع لكم كمان مرة زي ما انتم شايفين حضراتكم اول ما تدخلوا حساب الانستجرام بيقول لكم هنا متابعة باسم كذا يعني متابعة باسم حضراتكم تمام انا طبعا عملت حساب انستجرام باسم بيس وباسل تمام فانا هضغط على متابعة بعد كده نضغط على متابعة كمان مرة بعد كده هايزهر معاكم الشكل ده هنختار انستجرام تمام بعد كده نضغط على متابعة ودلوقتي هنا هنضغط على السماح واكمال الاضافة دلوقتي حضرتك اشترك دلوقتي وحط لايك عشان يجيلك اشعار مني عشان ان شاء الله هاشرح فيديو طريق توسيك الفيسبوك تمام تمام بعد ما حضراتكم خلاص سجلته الانستجرام هندغط هنا ونرجع لي مكان الملف بتاعنا الاضافة يعني بتاعتنا تمام زي ما انتم شايفين وهيبدأ ان هو يجيب لك الشكل الممتاز ده طيب طبعا حضراتكم بعد كده هنا هنكتب الاسم بتاعنا وبجانب الاسم هنضيف اموجي تمام تمام انا هضغط هنا وطبعا انتم عملوا معي نفس الخطوة طبعا طيب هنكتب اسمنا مثلا باسل او خليها بيسو تمام بيسو احمد وحط اموجي معين تمام زي ما انتم شايفين عايزين تحطوا اي اموجي مفيش مشكلة ولياكم مثلا هحط الاموجي ده تمام اهو زي ما انتم شايفين بعد كده حضراتكم هنضغط هنا تمام بعد كده نضغط هنا كمان مرة وهيبدأ ان هو يعدي زي ما انتم شايفين حضراتكم مدام هو عمل لكم كده يبقى الطريقة ناجحت جاب لكم في الاسم الاول اموجي وفي الاسم التاني اموجي وفي الاسم التالت اموجي دلوقتي بقى تعالوا نشوف الفيسبوك بتاعنا هل نجحت ولا لا اكيد طبعا هتنجح زي ما انتم شايفين حضراتكم الطريقة ناجحت بقى اسهل طريقة جدا جدا زي ما انتم شايفين الاموجي ده في الفيسبوك العادي بقى اسهل طريقة فحضراتكم الاموجي هيظهر في فيسبوك لايت وفيسبوك العادي بطريقة ممتازة ولو انت عملت كومنت عند حد هيظهر عندك الاموجي ده طبعا حضراتكم ان شاء الله هنزل طريقة توسيك الفيسبوك بالعلامة السودة ان شاء الله طريقة جديدة ومجربة وتابعوني ان شاء الله بتمنى حضرتك انك لو استفدت مني تعمل لايك واشتراك ولو ما استفدتش مني فانا بعتزر ليك اشوفكم في فيديو جديد كان معكم باسل من قناتكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة